طبعاً أول الحلول هو بدخول الاستثمار للعراق يوم نفتقد الجانب الاستثماري جداً ضعيف عندنا بالعراق نرى حتى المشاريع الاستثمارية هي مشاريع استهلاكية وليس مشاريع انتاجية بالتالي حتى الأيدي العاملة اليوم هو استثمار الأيدي العاملة وغافدة من دول أجنبية اليوم لا يوجد استثمار للطاقات العراقية الشابة الموجودة يجب أن يكون الاستثمار داعم لهذه الشباب يجب أن تكون الأموال التي تأتي للاستثمار هي ليست أموال عراقية نبحث عن أموال خارجية وخبرات خارجية اليوم نحن العراق بلد قليل الخبرات مثلاً بالصناعة مو عيب أنه ما نعرف لعيب أنه ما نتعلم خلنا استعيني بخبرات أجنبية تعلمنا الصناعة بالتصميم بالموديل بالجودة وغيرها